اشتركوا في القناة يحدد موقعه تطلع للستة المطاعم يختار مطعم الليغي ويطلع لمن المنيو ينجل طلبات من المنيو بالتفصيل وعلى طول الطلب يروح للمطعم من المطعم يوصل لها العميل طيب وزي ما انت توقلت انه سوق المطاعم في السعودية سوق كبير من الاساس قبل ما يجي الانترنت ولا شيء والحين بعد ما جاء الانترنت هل لكم منافسين هل في منافسين في الهونغرستيشن يقدمون خدمة شبيهة فيه أو نفس الخدمة ايه طبعا فيه مواقع مشابهة لهينغرستيشن موجودة ولكن من ناحية خدمة حنا انا شوف حنا الافضل لانه عندنا الكاسيمر سيرفيس موجودة في السعودية موجود متواجد على طول اليوم وعندك برضو طيقة الوبسايد جدا سهلة المنيو موجود كامل خيارات بعكس المواقع الثانية انا لاحظت انه هينغرستيشن لا ما حدرتوا نفسكم لانكم فتحتوا في جدة وفي الدمام وفي الرياض وخبر والمنامة بعد هل هذا واجهت في صعوبة؟ لا انت اذا فتحت ووبسايد كنا حنا نتعرف انت الانلاين هي تفرق معي خصوصا في المطاعم تفرق معي العدد ما تفرق معي ببرسنتيج فلازم يكون بيك فوليوم عشان اوصل بيك فوليوم ما اكدر اوضع في الدمام يعني يمغطي الرياض وجلدة والبحرين عشان اوصل بيك فوليوم في الدمام يعني صعب اوصل بيك فوليوم اللي تقدر تمشيني اكوز سيربايب الفترة هذه فبديت خصوصا ان المطاعم البرقمعها في الرياضي متوازدة في جدة والانترفيس هو الانترفيس الماركتينج هو الماركتينج واحد فعني ليش ابدأ احد نفسي في مدينة واحدة وطبعا هنجر ستيشن المشترك ما يدفع هنجر ستيشن اي مبلغ المبلغ يندفع مباشرة للمطاعم تخدمة مجانية ويدفع عندها السلام يدفع للمطاعم ولما بديت تسوق فكرة هنجر ستيشن للمطاعم الموجودة كيف اقناعتهم انهم يشاركون معاكم ان يصرون بارتنرشيبس معاكم والله اغلب المطاعم بسطوا على الكونسيط حنجر ستيشن الفكرة جدا مؤمنين فيها اللوغو عجبهم اكتر شي هم مفكرينوا انه فرنشايز يعني كلهم كانوا خايفين من الماركتينج يعني في بعضهم مروا في المرحلة هذه وقفعوا وقتلت مع شركة قبل خمس سنوات ولكن كانت تجربة سيئة بالنسبة لهم بس الحمد لله شافوا يعني بوادر نجاح عندنا فانجر ستيشن من ناحية الماركتينج من ناحية الديمان من ناحية ستايل الوبسايت وعندنا حنّا 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 موحدين طبع الموقع اللي عندنا جهاز زي ما انت شايف هنا هذا الجهاز سيستقبلون عليه طلب أغلب المطاعم انا ما وضح لك ياه قبل كانت انه كيف نقنع المطعم انه يستقبل الطلب يعني طيب انا وصلي الطلب من خلال بسايت كيف يوصل له المطعم المطعم غارب احنا ما كنا نضغط استخدم التليفون فعندنا الجهاز هذا يوصل له على طول الطلب يطلع العطو في الشاشة انه عندك الطلب ثاني من الأخ مثلا نفسي أحمل في كندا طالبه هذا طلبه يضغط accept ويحدد الوقت عشان يوصل لك الطلب بس برضه التعلم الناس يشغاله في المطعم كيف استخدموا الجهاز ومن يوم ما بدأت واطلقت مشروع هونجرستيشن ولي انت مقتلين في نوفمبر تقدر تقول لنا كم عدد المطاعم اللي الحين موجودة عندكم وكم عدد المشتركين كيف زادوا انا اقدر اقول لك عدد المطاعم من فتحنا زاد 60 مطعم لحد الغين هذا بس في السعودية في البحران تقيبل عندنا ثلاثة عشر مطعم عدد الكس طمع زاد 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 500% من فتحنا فرايك ايش اكبر الصعوبات اللي تتوقع انك تواجهها حاليا بعد ما انت الحين الحمدلله بديتو او اطلقتو النسخة البيتا ايش تتوقع الصعوبات اللي تواجهونها الصعوبات اللي بنواجدها اضم مع المطاعم ممكن انك يعني علاقتك مع المطاعم هي اللي بتكون الصعوبة في الموضوع من ناحية الماركتنج برضو انه بكون فيه منافسة شديدة بين المواقع كدير مواقع حاط الصفاكيد في الماركتنج اه هالا الصعوبات اتوقع اللي بنواجدها واش رايك في النظام في السعودية هل رايك انه السوق نظام السوق في السعودية هل رايك انه يساعد المبادرين في الخدمة في الإي كوميرس او انه فيه جهات ممكن يتحسن فيها لا والله ابدا في السعودية جدا غير مساعد ابدا وأظن فغلب القطاعات كثير يتكلمون عن نفس الموضوع خصوصا في الإي كوميرس الحين اللي تجي تبي افتح الوبسايت كشركة يعني ما فيه مسمى انك تفتح الوبسايت لازم تفتح لك شركة وانتسولك الوبسايت عاي تسميها اللي تسميها فجدا غير متعاونين من ناحية الدياس غير متعاونين فعني بتعاني بس يعني زي ما يقولون كل شي لا طريقته فهين القطريق ان شاء الله طيب ابراهيم شكرا على وقتك والله يوفقكم ان شاء الله في المشروع شكرا لكم